وخلال ختام المنتدى العالمي الثقافي لشباب الخليج أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن مملكة البحرين وانطلاقا من رؤيتها بدعم العمل الخليجي المشترك في المجال الشبابي تعمل على تأهيل كوادر علامية شبابية خليجية وتزويدها بالمهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في عالم الإعلام وتسخيره ليكون منصة لتمكين الشباب وتمنحهم الفرصة للتعبير عن أفكارهم وآرائهم والمساهمة الفاعلة في مسارات التطوير وبناء المستقبل في أجواء مفعمة بالإبداع والإلهام اختتمت فعاليات المنتدى الإعلامي الثقافي لشباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي نظمته وزارة شؤون الشباب بمملكة البحرين المنتدى جاء ليؤكد أهمية تمكين الشباب الخليجي في المجال الإعلامي وإتاحة الفرصة أمامهم ليكونوا أصوات مسموعة ومؤثرة في المشهد الإعلامي هدف الأساسي عندنا إكساب شباب الخليج المهارات اللازمة لإيصال صوتهم للمجتمع لدول العالم ككل في النهاية أحنا نتكلم عن صوت واحد قوي مسموع للكل فاليوم أكسبناهم مهارات من خلال الذكاء الاصطناعي من خلال الحوار الممتع بينهم وإيصال الرسائل اللي أهم يبقون يوصلونها طبعاً لأنا شهدت اليوم في حفل الختام شهدت طبيعة العلاقات اللي تكونت بينهم شهدنا يشلون أن أهم فعلاً هذه كانت بداية وأول مرة يلتقون لكن نشوف مشاريع ستتبلور من هذه المنتدى وهذه اللي نطمح له ختام المنتدى الإعلامي الثقافي لشباب الخليج الذي جمع تحت مظلته نخبة من المواهب الشابة الخليجية المنتدى الذي نظمته وزارة شؤون الشباب جاء ليؤكد الدور الكبير للإعلام في تمكين الشباب وصناعة المستقبل أتحت لنا الفرصة أن نتعرف على أفكار جديدة على أساليب مختلفة تخلينا نرجع بلادنا وإحنا عندنا أشياء يديدنا به نضيفها لبعض عشان نطور مستوى الإعلام في دولنا الخليجية والعربية بشكل عام في الواقع أنا سأدت كثيراً بمثل هذه المتدلات المشاركة فيها خصوصاً ورش العمل كانت تتحدث عن الذكاء الصناعي والتحول الرقمي وتأثيره على الثقافة والإعلام في نفس الوقت فلمت شباب الخليج والمشاركة في نفس الوقت كانت صراحة فرصة أكثر من رائعة بالنسبة لي الجلسات الحوارية كانت ممتعة مفيدة جداً الوزارة اختارت لنا صفوة المحاورين والدكاترة وأصحاب الخبرة عشان يشاركون خبراتهم أنا شخصياً استفدت وتعلمت الكثير واستمتعت المنتدى شهد فعاليات متنوعة منها ورش عمل وجلسات نقاشية تناولت أحدث اتجاهات الإعلام ودور التكنولوجيا الحديثة في تعزيز التغيير الإيجابي بالمجتمعات الخليجية المنتدى الإعلامي الثقافي لشباب الخليج آفاق أبعد ورؤى شبابية ناقشها شباب مملكة البحرين إلى جانب أقرانهم في دول الخليج العربية في جلسات حوارية ونقاشية معمقة لبحث مستقبل مشرق للإعلام في المنطقة يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين